سلام على ارواع متتبعي العزاز والغاليين كنتمنى انكم تكونوا بيخير وعلى خير مازال موجودتي الحلوة وهكا يخذيها تشكيل ساهل اقتصادي وفي نفس الوقت راقي حلوة زمان ولكن بنكها اللي غتخليها ما ضاق فمك او للي ضاقها يقولك اشنو باش منكاها ونخيف فارها شاكرا راسها الحلوة ما شاء الله وفي نفس الوقت كدشي هكا يلاحظتيها وسمنشي شكيلة دي الحلوة كتجي هموية وكتجي بريستيش فصراحة راها شاكرا راسها مهم اذا بغيت يدهنيها من الفوق ممكن انك يدهنيها تعطي وعد اللمعة ووعد ديكور خاطر انا كنفضل انني نخليها بحل ما هكا اجي ركزي معي حطيلي في ايدك واجي مبدو في المقادر اهلا بركتي الله هنا عندي اربعة ديال السفر ديال البيض وعندي جوج معي القهات ديال النشا وقبيسة ديالك الملحة اركينا في جميع الحلويات وعندي جو الصاشيات ديال الفاني انشا ممكن تخلي عليها ولكن اراها تعطي وعد وعد الخيفة خاطيرة هذي الله يرحم لك الوليدين ما تخليش لي عليها النكهة ديال الليمون او لنكهة ديال الحامض وهلا ما عندكش ممكن تعوضيها بالقشرة ديال الليمون او للقشرة ديال الحامض ميتين وخمسين جرام ديال الزبدة وجوج كيسان ديال السانيدة ولكن اللي مهم ان ديك الزبدة تخدميها من الزيان تخدميها حتى تولي على شكل كريمك تخدمي الزبدة مع السانيدة ومن الاحسن الزبدة تكون بدراجة يعني تكون مخرجاها فهكا غرف كوزينة مع هكراك يا عرف الكوزينة ده بالطياب وذك شيرهاك تسخن المهم ضروري باش متعدبك هكا في الخدمة وإلا بغتيها متعدبك تقدري تحكيها تقدري تدريها في الهاشوار تقدري تدريها فيش ما بغتي من بعد ما خدم ديك الزبدة مع السانيدة كان زيت جوج كيسان ديال زيت دائما البنات كان عبرو بكاز ديال العنبة كاز ديال العنبة هو اللي كان عبرو بيه را معروف عند نحنا الكاز ديال العنبة را صفي يعني شاده الحلوة شارق عليه واخذه عندها بصافي هنا من بعد ما كان زيت جوج كيسان ديال زيت هادي المرحلة ديال الخدمة البنات خدموا لي ايديكم شوية وإلا ما قدرت تشفد المرحلة تخدمي الدكت تقدري تدريها في الهاشوار شوفوا اللون كيكون صفر وكتبقي هاكا كتطلع فيه حتيك كيولي بحال شي كريمة يعني حتى كي تبد اللون دياله كيولي اللون دياله هاكا ابيض وتيولي ما تيبقاش بيها دو كل الحبيبات بصيفة نهائية مو هدل المرحلة اللي ما قدرتش تخدمه بيدك راني قدت لك يعني خدميها بالهاشوار غير الله يرحم لك الوالدين كلها سير كنقول لكم مثلا انك اختي تخدمها مزيلا خدميها مزيلا الله يسهل عليك بالنسبة للطقيق على البنات شوفوا عينكم مزيلا ما غيرتكم الكمية ديالطقيق مضبوطة غير هي خضوة كقاعدة بالنسبة للحلوة إلا دخلت فيها كمية كتيرة ديالطقيق را هاكا تجي مدقصة يعني دائما عمرنا ما نديرو كمية كتيرة ديالطقيق في أي نوع ديال الحلوة باش نكونوا واضحين اللي شارحها شارحها راسها مشي مثلا مني غتدخلي كمية كتيرة ديالطقيق را هتعطك كمية كتيرة ديالطقيق لا را هتعطك غير وعد الحلوة لها مدقصة هنا بالنسبة لي انا صراحة اني مركزة مع البنات في الليب ونسيت الخمارات مدرتهمش مدرت فيها جوج ديال الخمارات ولكن من الاحسن انكم تديرو غير وحدة لان الجو دابا بدك يسخنها البنات غير خمارة وحدة ديالطقيق حلوة اراها كافية صافي هنا من بعد مجمعة الخالط ديالي شوفوا ربا قال العجينة كتلصق لي ايدي كتلصق العجينة مرخوفة ولكن كنحاول انني غير نجمع الجنب ديال القصرية انا ما كاجمنيش العجينة كتلصق القصرية وضيع كنحاول انني نجمع الجنب وغا نجمع الحلوة ديالي نيشان صافي وغدا نبدأ نخدم فيها نشكل فيها هنا جبت هذك بيض البيض اللي كان عندي قبل وجبت كوكا لما تحمروه رباقي تابعو تحمار هك هك يخضر صافي هنا كننشكل الحساب الحجم اللي بغيتون شو ما وش كبير ولا صغير يغير ديروا بحسابكم انها كتنفخ يعني ضروري رفية الخميرة فضروري كتنفخ المهم ديروا باذاك الحساب مثلا ما تكبروهاش بالزعب صافي هنا شوفوا هالطريقة هذي بيال انك تديرها في البيض ديالبيض و تديرها في كوكا و افلي او للوز افلي او للي بغيتين تياها و كتبركي عليها كبير دك باش كتشد دك القياس اللي هي محتاجة كان طريقة اخرى البنات هو انك تديرها في البيض ديالبيض و كتجي كتجزي مثلا دك اللوز افلي و كتبقى يتطوري كتشكلي على شكل وردة كيف ما بغيتين تياها و عادة من بعد كتبركي علي بذيك الوريدة بحلي كتجي طايحها اللي اقتراني كتصورتها ولكن انا مجيت نقلب عليها باش نحطها عليكم را ما تحطها سافي هنا كنقور العشينة ديالي احنا قدرت لك الحجم اللي راني بغيت انا و نيشان كندير في البيض ديالبيض و كوكا و افلي و كنحط بالنسبة لهاد الحلوة اللي بنات راها بالزربة كتلهاب و بالزربة كتخطف الطيام فارضوا مع هالبا الله يرحم ليكم و الوليدين الفران خاصه يكون مو يغيرش عليه يكون دافي ما يتصخنيش قبل بيتنقصد سمحوا لي يا را العيادية الخدمة ما تصخنيش الفران قبل غيرش عليه و دخلي مثلا غيرش عليه ندخل الحلوة ديالي الفران و من يندخلها الفوق و العافية شعلة تحت العافية تكون مهيلة البيناتراها بالزربة كتلهب و بالزربة كتخطف فخصنا الحلوة ديالنا طيب من الداخل مش غير تلهب و صافي شوفوا انتم مش فران انا غنركز لكم على الفران العافية دياله و كيفاش مهيلة صافية الفوق و الفران الحلوة الفوق ايه يا الله يدي مش عالية البيناترا العيادية للخدمة والله صافي هنا من بعد ما طابت يلا طاعت انتم مرة ما شاء الله تبارك الرحمن غير الفوق كتتتحمر لكم من الفوق و من التحس و لكن كنهبطوها تحت غير بيش تاخدوا عدلوية موحد و إلا بانتليكم راه طاعت من الفوق و من التحس لا داعي انك تهبطيها لا داعي انك تهبطيها ما شاء الله تبارك الرحمن نوريكم بحلوة بعد ما بردات و عد شوية انتم مش كي لي قتلكم انتيا كتستفيل لزئي في لي هاية ما شاء الله شوفوا الخفة ما شاكرا راسا كنتمنى ان الفيديو يكون اعجاب ديالكم و تخليوا لي يتعالق البنات شكو اللي جربت في هاد العيد هذا جربت معي شي حلوة و عطاوا بنا رأيكم كيف اجتت البنات اللي جربوا معي الفقات و البنات اللي جربوا الوصفة ديولي عطاوا بنا رأيكم كيف اجتت اه كيف اجتتكم و الزوينة و وش خيبة و السهلة و وش صعيبة وش نجحات معكم من المرة اللولة وش عدباتكم المهمة تبارك الرحمن هالكيمية هاية اللي خرجاتي و ركت خرج كيمية كتير للبنات و بالصحة و الراحة اطلقوا في فيديو موقفين ان شاء الله بإذن الله كنا اعتذر منكم راني ايانا شوية و لكن بزاف ديالبنات كيف قوي طلبوني بني كنختم شي حلوةك في اللايب كي يقول لك حياة عفك شارك يا معنا فطلباتكم باوابير البنات كنتمنى انني نكون شرحت لكم و خالقاني مريضة بإيانا ربي اللي يعلم بالحالة الحمدولي اللهم لك الحمد يالله بسلام عليكم البنات و اطلقوا فيديو موقفين ان شاء الله الرحمن شكرا شكرا شكرا